دلوقتي حضراتكم هتشاهدوا معانا حفل الإطلاق الكامل لمنصة أجري مصر وهي المنصة الأولى للتجارة الإلكترونية الموجهة للقطاع الزراعي المصري وبلا جدال هذه المنصة ستحقق طفرة في القطاع الزراعي المصري خليكم معانا من النهاردة خلاص بقيت حضرتك تقدر بدوسة زرار واحدة تجيب كل احتياجاتك الزراعية أسمدة مبيدات معدات مستلزمات تجهيز مزارع وكمان تسوق محصولك وتاخد تمويل وقروض وتعرض منتجاتك من الانتاج الحيواني والداجيني والسمكي وغيرها من الخدمات التجارية والمالية بدوسة زرار كل ذا بقى متاح أونلايم من خلال الشبكة الرقمية الزراعية بعد الانطلاق الكامل والرسمي في احتفال مهيب لمنصة أجري مصر أول منصة للتجارة والخدمات الإلكترونية الموجهة للقطاع الزراعي واللي بدأت تخطيط ليها من سنتين تقريبا من خلال فريق متكامل ومحترف من عباكرة التجارة الإلكترونية في شركة إي أسواق مصر ودي أحدى شركات مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وباختصار شديد جدا منصة أجري مصر مفيش أبسط من خطوات البيع والشرع عليها لكل حاجة في القطاع الزراعي وكفاية أن اللي هيدخل على المنصة كل احتياجاته هتوصل لغاية باب بيته أو جمعيته الزراعية تخيلوا؟ الاحتفال كان بحضور أكتر من 200 خبير زراعي وأصحاب الشركات الزراعية وشهدوا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط اللي أكدوا أن منصة أجري مصر بتمثل نقلة كبرى للكطاع الزراعي المصري وتحقق التنمية المستدامة والشمول المالي كأحد أهداف الدولة المصرية الهدف من المنصة تطوير الخدمات الزراعية للمزارع والفلاح المصري ومن هذا المنطلق والتحول الرقمي التحول الرقمي بدأ من 2016 مع توجه الدولة نحو تحويل الحياز الزراعية إلى حيازة زكية كارت الفلاح وأطلقنا فعلا هذا البرنامج وكان بدعم وزارة التخطيط ووزارة الانتاج الحربي وشركة إيفاينانس وبالفعل تم إطلاق منظومة كارت الفلاح واللي أنا حب أقوله لحضراتكم إحنا الحمد لله الإسبوع اللي فات تم إطلاق كارت الفلاح وإعلان انتهاء إطلاق كارت الفلاح في كل محافظات الجمهورية وبالتالي أصبحت المنظومة كاملة متكاملة في كل أنحاء الجمهورية وإن شاء الله الهدف من هذه الشبكة هو تعظيم الاستفادة من خدمات كارت الفلاح وأيضا البيانات وبالتالي كان لابد أن احنا نعظم الاستفادة كبعد تحويله إلى كارت ميزة أن احنا فكرنا بقى في مرحلة تانية لاحقة أن احنا نطلق المنصة الزراعية احتفالية النهاردة بتؤكد احتفالية الخاصة بإطلاق المنصة الزراعية الألكترونية دي نهاردة بتؤكد على توجه الدولة المصرية والتوجه الرقمي للدولة المصرية لأن الشبكة دي تتشين وتتويج لنجاح وتضافر مجموعة كبيرة جدا من المؤسسات ومن شركاء النجاح في أن احنا نعمل هذا المشروع قطاع الزراعة أثبت قدرته وقت الجائحة على المرونة قطاع الوحيد اللي زادت صادراته أكتر من 24% صادرات الحصارات الزراعية وقت الجائحة فله قدرة كبيرة جدا على التكيف مع الأزمات بالإضافة إلى أنه هو عمود الاقتصاد فإحنا النهاردة بنتكلم على زراعات تعقدية باتكلم على أمن غذائي باتكلم على أمن مائي كل الكلام ده ما كانش هيتم من غير قاعدة وبنية معلوماتية وبنية أساسية الرسالة الأخيرة أن أنا النهاردة وأنا بتكلم برضو على هدف مهم جدا من أهداف الدولة المصرية وهو العمل اللائق العمل اللائق بيرتبط بشكل أساسي بعملية الرقمنة ولما يرتبط العمل اللائق بقطاع الزراعة بالتحول الرقمي أنا بحقق مكاسب كتير جدا وهو الاستثمار في العنصر البشري اللي هيوفر لي العمل اللائق للمجتمع المصري وللقوة والثروة البشرية المصرية دلوقتي تعالوا نقابل السيد إبراهيم سرحان رئيس مجموعة إيفاينانس للتحول المالية والرقمية والعضو المنتدب للمجموعة عشان تعرفوا كيف تدار مصر كدولة رقمية وازاي قدرت المجموعة تنقل القطاع الزراعي كاملا لمرحلة جديدة من التجارة الإلكترونية والشمول المالي من خلال المنصة اللي هتكون حلقة الوصل ما بين القطاع الزراعي والشبكة الرقمية لمصر خلينا نفكر في الأول في أجر مصر الفكرة جات منين؟ الموجود اللي يتعامل قد إيه؟ اشتغلنا عليها إزاي عشان نعمل أول منصة للتجارة الإلكترونية للقطاع الزراعي طبعا مصر ما كانش فيه شركة وطنية للتجارة الإلكترونية كلها شركات عالمية وبالتالي كان لازم بالبنية التحتية اللي موجودة عندنا وإيه الدعم اللي موجود مع الحكومة إن إحنا نفكر يبقى فيه إي كومرس بلاتفورم موجود مصري إحنا نقدر نستخدمه وإيه نفيد به الحكومة وعملنا شركة اسمها إيه أسواق مصر ولقينا إن القطاع الزراعي هو أول قطاع كان مش مستفيد من الاتجارة الإلكترونية استفدنا جدا من الجائحة في سنة 2020 بدأنا في أوائل 2020 عملنا المنصة الإلكترونية وبدأنا مع المنصة الإلكترونية نقول إيه الخدمات اللي المفروض نديها للمزارع في أكتر بالاستفادة من الكروت بتاعت ميزة والاستفادة من الإجراءات اللي المركزي عملها والاستفادة من إن البنك الزراعي بيدي تمويل وإقراض للمزارعية في النهاية البنك محتاج إيه؟ محتاج بيانات عشان يعرف عميله وبالتالي إحنا جبنا البيانات بالتعاون مع وزارة الزراع محتاج يشوف العميل ده زارع إيه؟ أو إيه المنتج بتاعته عشان يقدره؟ الإقراض بتاعه وبالتالي بقى فيه قاعدة البيانات اللي بتموله فدي ساعدت البنك المركزي لما شاف كده دعم البنك الزراعي وببرامج تمويلية وبالتالي عملنا كمان منصة تمويل إلكترونية بقت مع منصة التسويق الاثنين دولة قدروا إنهم يساعدوا مع كارت ميزة بقى فيه فاليو تشين محترم قوي في النهاية ده المنصة أو الشبكة الزراعية اللي إحنا النهاردة بصدادة بقى فيه شبكة زراعية رقمية ومالية إنما فيه منصات أخرى فيه منصات أخرى أنا عايز عرب مع المساعدة هناخد مقطعات إي تاني إحنا كنا اشتغلنا وكان لينا الفخر إن إحنا اشتغلنا مع وزارة المالية والغرف التجارية ووزارة الصناعة فإن إحنا عملنا مشروع ما يغلاش عليك إزاي بتقرب ما بين المنتج والمستهلك وقت جائحة كورونا وإزاي كانت بتروح للطبقات الأقل دخلا بخصومات أكتر وأكتر كانت بتساعد في التجارة وبتساعد إن الناس دي تقدر تاخد المنتج بتاعها في مكان وجودها وقربنا ما بين المحافظات وبعضها فدي كانت بتخدم التجارة الداخلية في مصر فالمنظومة دي موجودة وشغالة فبالتالي المنصة الزراعية بيبقى فيه منصة تجارية أخرى لكل الشركاء في مصر من مصنعين وتجار وإحنا مع الغرفة عملنا بروجرام كويس قوي مع الغرفة التجارية وبالتالي بقى عندنا أكتر من 5900 مصنع موجودين معنا في ما يغلاش عليك وبقى فيه أكتر من مكان تجاري يقدر إنه هو يبيع من خلال المنصة اللي بعد كده هيبقى المنصة بتاعة المصنعين إزاي نقرب من المصنعين أكتر ونربطهم بسلاسل الإنتاج بتاعته هنقرب كمان القطاع المصرفي بيهم زي ما عملنا مع القطاع الزراعي اللي قدام حضراتكم هو السيد إسلام مأمون الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إي أسواق مصر وهي أحدى شركات مجموعة إي فاينانس للإسمارات المالية والرقمية وخلي بال حضراتكم هو اللي قاد مجموعة العمل من الشباب المحترفين في نظم التجارة الإلكترونية لتأسيس منصة أجري مصر النهاردة البدء الرسمي للتشغيل اللي فات كله كان تجارة من النهاردة أقدر أعمل إيه عشان أدخل هذه المنصة؟ عايزين نعيد الحكاية للناس تاني عشان تسمعها هو الموضوع بسيط جدا هي المنصة موجودة أونلاين على الموقع اللي هو أجري مصر دوت كوم ويقدر أي حد بمنتهى البساطة يخش ويتصفح الكاتالوج الموجود اللي هو موجود فيه كل مستلزمات الإنتاج لقطاع الزراعي وبيحط طلب الشراء على المنصة وبيقوم بعملية التدفع باستخدام بطاقات بنكية أو المحافظة الإلكترونية أو ممكن يدفع نقدا عند توصيل المنتج لغاية مكانه ممكن نطلب إرشاد أو خدمات إرشادية عن طريق المنصة؟ إحنا حاليا نشغالين مع وزارة الزراعة الإرشاد حيكون موجود بأكثر من وسيلة أولاً حيبقى فيه عن طريق الكول سنتر أو فيه سكشن كامل على المنصة للإرشاد الزراعة بقدر أنه يخش من خلاله يتصفح كافة المعلومات المرتبطة بالقطاعية أعيز أفكر محرج بالعكس أنا صاحب منتج زراعي أسمدها مبداية مخصبات مع معدات زراعية ونفسي منتجي موجود على المنصة لكي يمتح لجميع ويحصل مقارنة ما بيني وبين الأسعار والناس التانية طيب إزاي عمل الخطوة دي؟ المنصة بمنتهى بساطة فيها مكان للباقي عين هو الراجل التاجر أو المستورد أو المنتج بيقدر أنه يخش يسجل نفسه أنه هو عايز يعمل إضافة لشركته أو لمنتجه على المنصة بيملى البيانات اللي موجودة الطلب ده بيجي في الإدارة المركزية عندنا بيتم مراجعته والتواصل معاه علشان يتم إضافته كشركة أو ككيان بعد كده بنتواصل معاه نبتدي نشوف بقى المنتجات بتاعته ونراجع ما هو معتمد منها وما هو مسرح يعني لنا مرجع في وزارة الزراعة نشوف المنتج ده طبعا طبعا الوزارة مهتمة جدا جدا أن المنتجات كلها يبقى منتجات آمنة ومسجلة في الوزارة وفي لجنة من الوزارة شغالة معنا بهذا الخصوص وبالتالي المنتجات دي طالما يعني معتمدة هيتم إضافتها يعني على طول وبنوفر كمان لي نظام اي ار بي كده صغير من خلاله بقدر يتابع مبيعاته ومستحقاته وطلبات الشراء بالكامل وكمان بيمانج بيها المخزني يعني زي نظام مخزني صغير كده بيستفيد به من خلال استخدام المنصة برد النهارده الانطلاق الرسمي لمنصة أجر مصر ولكن بالتأكيد فيه تطوير مستمر أنا عايز على محاراتك احنا رحينا على فين بالمنصة أكيد طول النهار عادي ما نفكر ازاي نطورها ايه الخدمات اللي وقعب ايه الخدمات اللي لازم نضيفها هراج بتفكر ازاي؟ مزبوط احنا تركزنا للفترة اللي جاية على نقطتين أسستين أولاً الخيمة المضافة والتحديدة ان احنا عايزين بنحط برامج تمويلية توطيح يبقى فيه دفع بالآجل وتسهيلات على الناس أثناء عملية الشراء المحور التاني هو محور التصدير ازاي ان احنا نأهل المنتجين ايه ان كان حجمهم سواء صغار من المزارعين او الشركات بكافة الأحجام ان هو يصدر فعشان نعمل كده داخلين من خلال مركز الأبحاث والتطوير عندنا في إجراءات التصدير اللي هي بتبدأ من إجراءات ليه علاقة بالحجر الصحي وسلامة الغذاء وسائق واعتمادات معينة وإنسبكشن او كشف على المنتج أثناء دورة الزراعة بحيث ان احنا المرفق ده المنتج ده لو هو مطابق للمواصفات وقدرنا ان احنا نعتمده في دورة الوسائق بيفتح له مجالات كبيرة جدا ان هو يتم تصديره بالمناسبة كل الجدعان اللي هيتعاملوا مع منصة أجري مصر هيبقى متاح لهم الحصول على تمويل يغطي احتياجاتهم في مشروعاتهم الزراعية إلكترونيا يعني بدغط الزرار تعالوا نقابل المحترم علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري واللي هيشرح تفاصيل الحصول على صلف زراعية من خلال منصة أجري مصر بيقولولي ان انا كمزارع لما هدخل على منصة أجري مصر هقدر اخد التمويل اللي انا محتاجه من غير مروح فرع البنك الزراعي رغم ان عندنا نهاردة 1200 فرع هو حاليا هتروح الفرع المرة واحدة فقط لا غير تمدي العقد بتاعك علشان ينزلك التمويل في حسابك طب ادخل ازاي باخد التمويل ده او اعمل الورع بتاعي طيب حياتك بتدخل على الملصة الزراعية من خلال الملصة الزراعية بتختار قارد زراعي من خلال القارد الزراعي حياتك بتدخل بيانات الرقم القاومي بيانات بطاعة الحيازة اوتوماتيك بيانات الرقم القاومي بتروح على آي سكور تكشف على آي سكور بتاع العميل لو كان آي سكور بتاعه يسمح بانه ياخد تمويل بترجع الشاشة بترجع تاني للمزارع بيطلب التمويل بتاعه اوتوماتيك خلاص بيتوافع بتاعه بيروح يمضي لعويذه الشيكات وبيصرف التوميل بتاعه التوميل بتاعه بينزل على حساب بتاعه ده كمرحلة اولى المرحلة التانية ان هو التوميل حيروح على كارت ميزة وبالتالي حنيقدر نستخدم كارت ميزة استخدام الأمثل بتاعها اللي هي النهاردة تبقى هو نفس البطاقة الحيازة بتاعته النهاردة حنا عندنا مليون ومتين الف بطاقة Because ميزة بتستخدم جميع قواعد التأمين تأمين البيانات وفقا وقاعد المحطوطة من البنك المركزي المصري هدفنا في النهاية نحن نوصل للميكنا والرقمنة ونحن نأول تداول الكاش في القطاع المصرفي وفي نفس الوقت ندخل أكبر شريحة داخل منظومة الشمول المالي وتكون من خلال الكروت إن شاء الله بسدد فيما بروح البنك عشان نسدد ولا بتخصبت القائمة من الكرت بتاعي ولا إلي بيحصل بوس حيك هو ممكن يغازي الكرت بتاعه ممكن من خلال ممكن من خلال مكنة اي تي ام إحنا النهاردة اللي شعرنا أكتر من ستمائة وخمسين مكنة اي تي ام بدعم من معالي محافظ البنك المركزي وبدعم البنك المركزي المصري وقبل نهاية تلاتين تسعة إن شاء الله يكون عندنا ألف ومتين مكنة شغالية ممتاز طب عادي تشتري بقى معدة تمام ممكن حيك تشتري من خلال المنصة وممكن تدفع بالكرت وممكن تاخد المعدة بقارد كل دوات حيكون موجود خلال المرحلة الجاية من تطوير المنصة الزراعية احنا هندخل بيت قروض بتاعة البنك الزراعي المصري سواء قروض شخصية قروض انتاج حيواني هنعمل منظومة قروض بك كامل هنمايكنها على المنصة الزراعية بالتنصيق وتعون مع اي فاينانس تخيلوا حضراتكم ان ممكن تدخل مستقبلا على منصة أجري مصر تلاقي خريطة مصر الستثمارية وتقدر تحدد مشروعك والمساحة المطلوبة وتقدم على قطعة وتتعاقد كمان اكيد ده حلم ولكن خلال السنة دي هيتحقق تعالوا نقابل الدكتور محمد الشحات الرئيس التنفيذي للهاء العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دكتور محمد حرك لو قدتلي ان اراضي مصر او خريطة مصر الستثمارية هتبعى المنصة انا هاعد قدامها من دلوقتي لغاية لما حجز الارض لانا محتاجها هنتعاون مع المنصة دي ازاي؟ واحنا اصحاب الولاية على اراضي الدولة بغرض الزراعة احنا عندنا حوالي 6 و 12 مليون فدان احنا فيه فعلا خريطة صرفات شغيل فيها دلوقتي وعندنا اكثر من 13 المشروع الستثماري بيتم التعاون مع المنصة لإطلاقها على المنصة بحيث نسهل المستمرين فرصة الستثمار فيه يعني اجر مصر هيبع عليها كل التصرفات لهاية العامة احنا هنتعاون معهم ان شاء الله في هذا الموضوع وهنبعد كل الادات اللي عندنا حيث نبقى معهم على نفس المنظومة بتاع المنصة الإلكترونية حركة دكتور بتقول 6 و 12 أراضي ولاية الهاية العامة المشروع التعمير والتنمية الزراعية فاضل منهم أراضي يؤديه للاستثماري عندنا حوالي واحد نص من فدان واحد نص من فدان لا مشروع ريف المصري لا غير ريف المصري مراطة كلها موجودة في عندك في السحر الشمالي وعندنا في صيد وعندنا في الجيزة وعندنا في ويود النطرون متنوعة يعني تنفي عندك جنباتي انتاج ده جيني وانتاج حيواني وانتاج محصيل في نفس الوقت يعني قطعة محددة قطعة محددة وموجودة الخريطة عندنا والتواصل مع المنصة هنحط الخريطة كلها على المنصة هناك المنصة عندهم بحيث نقدر بعد كده المسلسم الريوس على المنصة او عادي يخش على اللي هو المسميه المفاعل عندهم حيث يعرف احنا عندنا بزوط المساحة فين ووقعها فين وإيه المتاح منها وإيه الخطوات اللي ممكن بعد كده يتعامل في الموزون اجري مصر منصة مصرية واللي دات عملاقة لان صممتها مجموعة عملاقة بحجم الاسمارات المالية والرقمية من خلال شركة ايه اسواق مصر التابع عليها وسانيا لان القائمين عليها كلهم في شركة ايه اسواق مصر المنبسقة من ايه فاينانس من المحترفين اللي اشتغلوا في منصات عالمية سواء في التأسيس او التصميم او التشغيل وسهلسا ان الدولة ممثلة في وزارات الزراعة والتخطيط والانتاج الحربي والبنك الزراعي المصري سهمت بقوة في تنفيذ المنصة واطلقها للنور يعني فيه ارادة دولة جدة في تحيق الشمول المالي في القطاع الريفي تشاهدون بعد قليل فاريق الجدعان يرسد تجربة الاشقاء الثلاثة محمد وغريب وشعبان حداد في زراعة الباذنجان الشبح في قرية سنهود بالشرقية حيث نجحوا في تحويل مساحة من الارض لا تتجاوز اثنان فدان الى حديقة متكاملة ينتجون منها ثلاثة اطنان من الباذنجان الحيوي كل اربعة ايام وبما يحقق لهم عائد يتجاوز عشرة الاف جنيه عند كل حصاد